اشتركوا في القناة سبح هنا النفلة ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرد عليهم فيفرد عليهم وهنا قوله أقالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما صلى ما صلى النفلة هي نفلة الصلاة ولذلك قال واجعلوا صلاتكم معهم صبحة وهنا عجيب أول شيء عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح النبي هنا نقول بأنه قد غاب عنها أن النبي السلام صلاها قد غاب عنها أن النبي السلام صلاها لكن كل يذكر ما ما وقف عنده حد العلم فعائشة رضي الله عنها حد علمها أنه لم يصليها وهو صلاها في السفر وصلاها أيضا في الحضر صلاها مع عدبان المالك الضحى صلا بهم لما قال له تعالى إلى بيتي فصلي في مكان أتخذه مصلة مسجدة فهي ذكرت ذكرت ما الحد الذي عندها أنها ذكرت ما تعلمه فقط فوقفت عندما تعلمه ولا الحق في ذلك فعائشة ذكرت ما ما علمت وغاب عنها أنه صلاها صلى الله عليه وسلم وذكرت أيضا أمرا عظيما وهو رأفة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بأمته كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن رأفاته لم يصلي حتى لا تتخذ يعني أو تفرد على أمتي كما فعل مع قيام الليل أنه صلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثم بعد ذلك قام فصلى نعم يا ربنا احفظك قام فصلى ثلاث ليلة ثم قال لا يخف عليها مكانكم ولكني خشيت أن تفرد عليكم وهناك حديث كثيرة جدا قد وردت عن نفسه إنه كان يصلي الضحى نفيا يعني ردا عن نفسه الذي جاء عن عائشة إنها قاد ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط حقيقة الأمر ما من أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره والإحاطة ممتنعة الإحاطة بكلية حديث النفس السلام ممتنعة وهذا ما لا يجهر إلا من لا عناية له بالعلم وقد جاء النفس السلام أثار كثيرة جدا في صلاة الضحى منها حديث أمهاني دخلت عن نفسه ويغتسل وتسطوره ابنته فاطمة بثوب فقالت السلام عليك فقال من قالت أمهاني قال مرحبا بأمهاني فقالت يا رسول الله إن نعمي إن أخي إن أخي زعم أنه يقتل فلانا وقد أجرته قال قد أجرنا من أجرته يا أمهاني ذكرت أن النبي صلى ثمان ركعت يسلم كل ركعتين يعني يخفف في القراءة يخفف في القراءة فكاد هذه الضحى وقد روى إسماعيل أمهاني 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 قالت لما كان يوم الفتح لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الله صلى ثمانية ركعتين فلم يره أحد صلهن بعد فهذه أمهاني لم تعلم أن رسول الله صلهن بعد وروا شعبة عن عمر بن مر عن ابن أبي ليلى قال ما خبرنا أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى غير أمهاني فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم الفتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمانية ركعتين فلم يروا أحد صلهن بعد وابن أبي ليلى من كبار التابعين وابن أبي ليلى اسمه ياسر ابن أبي ليلى اسمه ياسر قال حدثنا عبد الوارس بن سفيان قال حدثنا قاسم من أسبق قال حدثنا مدر قال حدثنا سعيد بن حفص الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارس عن أبي قال سمعته يقول سألت وحرصت على أحد يحدثني أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الضحى فلم أجد غير أم هاني بنت أبي طالب حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أيام الفتح مكة فأمر بماء فأوضع له فاختسأ ثم صلى في بيتها ثم ركعات تقول أم هاني لا أدري أقيامه أطول أم ركوع ولا أدري أركوع أطول أم سجده وأن ذلك مقارب يشبه بعضه بعضا والعسلان بن عين عن عبد الكريم ابن أبي أمية وهزيد نبي زياد عن عبد الله بن الحارس قال سألت عن صلاة الضحى في إمارة عثمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون فلم أجد أحدا أثبت لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى إلا أم هاني وقال عبد الله بن الحارس قال سألت عن صلاة الضحى في إمارة عثمان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون فلم أجد أحدا أثبت لي صلاة الضحى سوى أم هاني يقول عبد الله بن الحارس فحدثت به ابن عباس فقال إن كنت لأمر لأمر على هذه الآية يسبحنا بالعشي والإشراق فصلاة الإشراق هي الضحى هذا أخرج الحميدي عثمان بن عين وأيضا أخرجوه عن إسحاب بن رواية أيضا وقد ثبت عنه مثل ما قال ابن عين وقال مش هافي هذا الحديث عن أبيه هو الأصاب لما قال عبد الكريم وأزيدنا أبي زياد فهذه أثار كلها حجة على صلاة الضحى وفي ذلك أيضا حديث عدبان بن مالك أنه طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عنده في مكان يتخذه مصل وقد فعل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا وهناك حديث أخرى مثل حديث أبي هرايا رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح ثلاثة أيام من كل شهر وقال لا أنام إلا على وطر وبركعتين الضحى وبركعتين الضحى وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم كفيني أربعا قبل كفيني أربعا في أول نار أكفيك آخره وروا هذا عن أبي هرايرا من وجوه وفهذا أبو ذر ودرداء وأبو رأي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصاهم بركعتين الضحى وذكر أبن عبد الرزاق عن أخبارني أعطاء أن أبا أن أبا هرايرا قال ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبو القاسم أن أبيت على وتر وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام قال وصلت الضحى ورد أيضا قال أخبارنا عمر بن ذر قال سمعته مجاهدا يقول كان رسول الله وهذا طبعا في انقطاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين وأربعا وستة وأثمانين وهذا حديث المرسل وكان سعيدني جبايل ومجاهد يصليان الضحى وغبان فيها ما نقرأ عند عمر قال قال بدعة بدعة يقصد أنها في السفر تصلى غير الحضر لأنه لم يصل أن رسول الله صلى الله مع عمر بن ملك قرأ بن واب عن يحب بن عيوب عن زبان ابن فايد عن سهل ابن معاذ ابن أنس الجواني عن أبي أن رسول الله قال من قاعد في المصلى حين ينصلف من الصبح حتى يسبح ركعتين الضحى لا يقول إلا خيرا يغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر حديث خرجه ضعود وضعيف وأيضا من طريقي البيهقي قال أكثر من زبد البحر هذا يسنى ضعيف وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد باكر حدثنا أبو داود قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعت في أول النهار أكفيك أخير والذي أدل على دوايا الصلاة الضحى وأن النبي صلى الله كما أنه تركها ولو بكر الأعنق عن سابت البناني عن أنس رد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين يا أنس وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين أخرج البخاري في التاريخ الكبير والعقيل في الضحفة من ترقين وقال البخاري على أبي عتبة لعنق قال لا يتابع عليه قال قال العقيل ليس لهذا المتنى أن أنس إسناد صحيح ورغم مسدد قال يزيد النزرائع قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا القاسب بن عوف وطووس أول من صلىها الأعراب قال طووس أول من صلىها الأعراب وذكر عبد الرزاق عن ابن عين عن إسماعيل عن الشعبي قال سمعت ابن عمر يقول ما صليت الضحى منذ أسلمت ورغم أعمر عن زوري عن سلم عن أبيه قال قلت لعثمان قلت لعثمان وما أحد يسبحها وما أحد زالناس شيئا أحب إليه منها ما فيش أحداث ده أصلا النبي صلى الله وقالت عائشة إني لأ أسبحها وقول يا لنش لي أبواي ما تركتها أخبرنا يعني لو أحي الله أبواي أمامي فلا أترك الضحى وهذا نحو قول عائشة لا أسبح إني لأ أسبح وأخبار محمد عبد الملك قال حدثنا من العربي قال حدثنا سعدان ابن نصر قال حدثنا سفيان من أحيان عن ابن من كدر عن ابن رميثة عن أمي قالت دخلت على العائشة فصلت ثمان وكعات من الضحى فسألتها أو أمي أخبريني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قالت ما أنا بمقبلتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيها بشيء لكن لو نشر لي أبي على دعهن ما تركتهن وقدروا عن عائشة في صلاة الضحى حديث منكر روى معمر عن قتادة عن معاذة العدوي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصال صلاة الضحى أربع ركعته يزيد ما شاء يزيد ما شاء هذا الشذوس هذا مردود حديث ضعيف جدا والصحيح أنه أن صلاة الضحى ورد دي الأدلة على أنها ثمان ركعت ورد إلى سنة عشرة ركعة وحديث اثنتين عشرة ركعة حديث ضعيف لم يصح والصحيح أن الضحى من ركعتين إلى ثمان والكمال إلى أربع قالك فيني أربع منهار أكفيك آخره طيب إلى مسلم الدمي أولا الفائد المستنبطة من علم حج على من لم يعلم عائشة تقول ما صلىها وانا كثير من الصحابة رأوه صلىها وصلىها مع عجلان من الملك الذي علم حج على من لم يعلم فضل المري أن يقف عندما علم الفائدة الثالثة ما وصل الحديث من وصف السنة بدعة لعدم وجود الدليل فهو معذور عند ربنا الجليل فهو معذور عند ربنا الجليل يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان امقضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم ترجمة نانسي قنقر